ممثل سوري وممثل لبناني الجدل اللي رح يصر له عشرين سنة وما كان يخلص وبعدين أكيد كلكم متذكرين الجدل اللي صار بعد تصريحات الفنان باسم ياخر الأخيرة من بعد سؤاله عن المقارنة بين الدراما السورية والدراما اللبنانية فباسم بوقت انتقد الدراما اللبنانية وصفها بالسطحية وإنما بتمثل المواطن لبناني وبتقتصر على مظاهر الثراء الفاحش والاتياب الغالية للأبطال ولهيك قال انه ما في دراما اللبنانية ولازم يتوجه هالسؤال للقائمين على الفن باللبنان من منتجين وكتاب هلأ هاي التصريحات استفزت بوقت الفنان اللبنانية رندا كادي فردت عليه بوقته واعتبرت تصريحه محولة تاريخ الدراما اللبنانية وعطيت مثال باب الحارة انه وين محاكات الواقع السوري ومن بعدها الصد والرد رجع باسم وأسار الجدل مرة جديدة بتصريحه اعتبره البعض جريء شوي فأكد باسم انه ما سابه تصريحاته لا للفن اللبناني ولا للممثلين اللبنانيين وفي حال السترندا فهمت كلامه غلط فهي مشكلته مو مشكلته هو وأكد باسم انه تصريحه كان واضح والمقصود في ضرورة وجود المجتمع اللبناني الحقيقي بالدراما اللبنانية لانه هالشي افضل من تقديم الاكشين فوين المشكلة بالموضوع هلأ ما علينا بلا ما مليتوا من هالسيرة اشتركوا في القناة